تلاحظون يا رعاكم الله أن الآية آية الصيام وآيات التكاليف الغالب تأتي بحرف النداء يا أيها الذين آمنوا لكي تكون مدعاة إلى أن يصغي المكلف سمعه لينظر ما وراء الأمر يا إذا قيل يا حتى في النداء العام الذي ينادي ابنه أو ينادي تلميذه يا فلان كل سيستمع فكيف إذا كان المنادي هو الله جل جلاله فجميع آذان المسلمين والمؤمنين صاغية للنظر في هذا التكاليف ليمتثلوه بل زاد أيها وهذا من التأكيد بل زاد شرف الإيمان ليكون أدعى في ذلك لقبول التكاليف يعني أنت رجل مؤمن حباك الله الإيمان ومن الإيمان أنك تصلي وتزكي وتصوم فهذه مقتضيات تجعلك تبادر إلى أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى